أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر ومات لها والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة آنذاك وفي كلمته خلال حضوره استفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراد الدولة وحماية حقوقها إن بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا واستطاعت إن هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا وكانت بتقول إن إحنا قاتلنا من أجل السلام نستعيد أرضنا وهي دي مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراد الدولة وحماية حدودها وده أمر أتصور إن هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة إنها تحمي بلادها وتحمي حدودها ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وإنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا وأدي إيه إن الرؤية دي كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية وما تحقق فيها بيؤكد للوقتي الآن إن كان سبق للعصر وتحقق لمصر السلام وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية وهنا أتوقف عند نقطة مهمة أأكد عليها إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاحا ترجمة نانسي قنقر